في الفيديو ده هنتكلم عن الكروموسومات في نواة الخلية الجسدية وعدادها وطريقة كتابتها في الطرز او النمط الكروموسومي هنتكلم برضو عن الطريقة اللي بنرتب بيها الكروموسومات دي في النمط او الطرز الكروموسومي هنتكلم عن الكاريو تايب والكاريو تايب معناها بالعربي الطرز الكروموسومي او النمط الكروموسومي خلينا معلش نستخدم التيشيرت بتاع الولد ده عشان نشرح عليه الطرز الكروموسومي او النمط الكروموسومي طبعا احنا نشرح على خلية جسدية والخلية جسدية معناها ايه هنا الاسكان ده الجلد مثلا او مثلا لو فيه هنا عضلات المسل سيلز من الخلايا خلايا العضلية اللي هي المسل سيلز خلايا العضلية كل دي تعتبر سوماتيك سيل يعني ايه سوماتيك سيل خلية جسدية سوماتيك سيل خلية جسدية مش كده فلو خدنا الخلية الجسدية دي طبعا الخلية هي كده جوها نواية النواية بيبقى فيها الكروموسومات دي عشان نبقى بس احنا عارفين احنا وقفين فيه يبقى الكروموسومات دي داخل النواية اللي موجودة في الخلية الجسدية لذكر الانسان او للولد ده عشان الحاجات دي بيتسائل فيها كتير يا جماعة في الامتحانات ذكر الانسان وموجود في الخلية وموجود في الخلية الجسدية او موجود في الخلية خلية مشيجية او خلية سيكسل اللي هي الخلية الجنسية عايزين نركز في الحتة دي لانه دي بقى فيها اسئلة كتيرة زي ما قلنا في الخلية الجسدية للانسان بيبقى فيه موجود ستة واربعين كروموسوم ماشي كده? طيب خلينا نعد مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر تمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين. طيب فين بقى ستة واربعين دول? مش احنا عدنا تلاتة وعشرين? طيب ايه سبب ان احنا عدناهم تلاتة وعشرين? زي ما انتم ملاحظين مش دول شوها بعض كده? ودول شوها بعض? ودول شوها بعض? دول بنسميهم الهمولوجس او الهمولوجس بيرز يعني ازواج متماثلة. ولذلك التلاتة وعشرين دول يعتبروا تلاتة وعشرين بيرز يعني تلاتة وعشرين زوج. طيب حتة مص صغيرة كده حتة رياضية صغيرة كده تلاتة وعشرين في اتنين بتسوي كم? ستة واربعين. يبقى ده معناها ده عدد الكروموسومات تمام? ودول ازواج الكروموسومات تلاتة وعشرين زوج او ستة واربعين كروموسوم. خلينا معلش يعني نعمل بورد جديد. عايزين نلاحظ احجام الكروموسومات دي. ركزوا معي كده. يعني انتو شايفين ايه في الاحجام دي? طبعا شايفين هنا? ده كبير. ده كبير برضو. ده اصغر منهم. ده اصغر من من اللي قبله. الى اخره. زي ما احنا شايفين احنا هنا نبتدي ننزل بقى. يعني بيحصل هنا. ده بيكون الاكبر. طح كده. وهننزل هنلاقي تنازلي تنازلي كده. لحد ما نوصل معلش نسيب دي لوحديها. لحد دي هنلاقيها الاصغر. يعني معناها ان دي اكبر من دي ودي اكبر من دي ودي اكبر من دي الاخر. يبقى ايه اللي استنتجناه? اللي استنتجناه في النمط الكروموسومي او الكاريو تايب? ان الكروموسومات بترتب في ازواج متمثلة ودي قلناها تنازليا. تنازليا. نوعيها بالانجليش. من الاجبر الى الاصغر. يبقى كده اتفقنا على حاجتين. حاجة الاولينية ان هما والحاجة التانية ان هما بيرتبوا تنازليا. ومعنى كلمة تنازلي معناها طبعا من الاجبر الى الاصغر. بكل شوية بيصغر عن الاجبر.